ومعنا في السوديو عمار وقاف عضو الناشط السياسي السوري أهلا بك عمار ولي حضورك السؤال الأول أنه طبعا هناك عملية انتخابية تجري هناك تعليقات عليها من الداخل ومن الخارج كيف ينظر إليها برأيك من الخارج؟ من الخارج يعني هناك عندك أطراف تشعر بنوع من الخسارة أو الهزيمة فيما يتعلق بهذه الانتخابات أنت لديك معارضة سورية ربما هي تحاول بشكل دائم حشد ما أمكن من القبول من الناس الذين هم غير مرتاحين لأداء الحكومة منذ زمن لكن هؤلاء نحن لاحظنا في الأسبوع الماضي في بيروت أنهم بشكل أو بآخر يتخلون عن هذه الوعود ويريدون توجيه رسالة ما بأنهم متمسكون بإطار الدولة أو على الأقل بحاجة لترميم الجسور معه فيما يتعلق بالدول التي استثمرت كثيرا في الأزمة السورية طبعا هم غير مرتاحين لهذه الخطوة ربما كانوا يفضلون إقرار مسألة جينيف أو اتفاق جينيف حسب ما يفهمونه وهم طبعا هذا لم يحدث من الخارج لا تبدو الأمور جيدة كثيرا هناك سؤال بديهي أنه اليوم عندما يكون هناك أكثر من مليون سوري خارج الأراضي السورية بالإضافة إلى هذا الدمار الذي تشهده أكثر من منطقة سورية كيف يؤقل أن يقال بأنها انتخابات تجري في إطار عادي أو كأن شيئا لا يحصل في البلاد إذا نظرنا نحن إلى هذه الانتخابات على أنها هي قمة الديمقراطية والشفافية والعدل حقيقة أننا نكون نتجنى على هذه العملية ربما إذا نظرنا إليها كما ينظر لها السوريون داخل سوريا على أنها تجديد ثقة تفويض بالحكومة القائمة حاليا هؤلاء الناس مهتمون حاليا أكثر بمن يضمن لهم أمنهم من يضمن لهم معيشتهم كهربائهم ماءهم وهم يجدون أو يعتقدون أن الطريقة إلى هذا هو حكومة متماسكة بالحد الأقصى والأشخاص القادرين على أن يقوموا بذلك هم أعضاء الحكومة الحاليين وعلى رأسهم طبعا الرئيس بشار الأسد هناك سؤال أيضا بالنسبة إلى هؤلاء الناس هؤلاء الذين لم يخرجوا فمن الطبيعي أنهم معروف انتماءهم وبالتالي وكأنك تقول أن هذه الانتخابات لشريحة فقط من المجتمع المؤيد للرئيس الحالي وبالدليل على ذلك أن النتائج ستكون معسومة والنتائج معروفة اليوم آخر خبر بأن تمديد الاقتراع خمس ساعات هناك تحرك واضح بأن القيادة الحالية ستعود نعم لأن أنت لديك هذه الشريحة هي شريحة صحيح لكنها شريحة كبيرة من السوريين حقيقة وهذه الشريحة الكبيرة من السوريين هي التي أبقت الدولة واقفة على قدميها طوال هذه الثلاثة أعوام القاسية في تاريخ سوريا حقيقة وهؤلاء الناس يحق لهم أن يقولون فإذا رئيس سياتي يمثلهم فقط وليس كله السوريين يعني عندما تتحدث الدولة السورية عن خمسة عشر مليون ناخب يحق لهم التصويت فنحن نتحدث عن نسبة كبيرة من الشعب السوريين الذين يحق لهم من سيشارك عدد الذي سيشارك سيكون أقل من ذلك أنا مثلا يحق لي التصويت بشكل أو بآخر لكن عدم وجود سفارة في إنجلترا أو منع فرنسا من السوريين من ممارسة هذا الحق سوف يمنعني عن ذلك طبعا إذا نحن نتحدث عن شرعية الانتخابات كشرعية تمثيلية نعم هي شرعية منقوصة إلى حد معين ولكنه ليس بالحد الكبير دعني أنتقل إلى أقل ما استمعنا إليه خلال النشرة مثلا تصريحات فريدريكوف مستشار إدارة الأمريكية السابق يقول لبي بي سي بأن الحل السياسي في سوريا بعد هذه الانتخابات بات بعيدا وأن إيران لن تسمح بعملية التحول السياسي حتى لو وافق عليها الرئيس الأساس كيف تقرأ تلك؟ يعني أنا أشكك في إشارته لموضوع إيران كليا يعني أعتقد أن إيران هي مهتمة بنفسها ليست هي مهتمة بحماية ظهرها مهتمة بتعتقد بأنه يحدث في سوريا خلال استخدام سوريا كورقة؟ لا هي تعتبر بأن الهجوم على سوريا هو هجوم عليها بالدرجة الأولى أيضا يعني واضح بالنسبة لهم سوريا تدفع ثمن الورقة الإيرانية سوريا تدفع ثمن خياراتها فيما يتعلق بالصراع العربي الصهيوني وهذا الثمن نحن ندفعه منذ زمن الآن أصبح أكثر حدة طبعا لكن هذه ليست أول مرة نحن نتعرض إلى ضغوط وحروب وإلى ما هناك هذه المرة انفجرت الأوضاع بشكل كبير طبعا فيما يتعلق بأن هذه الانتخابات سوف تفتح حل سياسي أو تغلق باب حل سياسي على ما يبدو الحكومة السورية قد اتخذت قرارا منذ مفاوضات جنيف قبل بداية أشهر بأن هذه المفاوضات ربما هي عبثية هي لا تجد شريكا حقيقيا فيما يتعلق بالمعارضة المعارضة ليس لها استقلالها وبالتالي هم يعتمدون مبدأ المصالحات المحلية وتوسيع ذلك وإعادة جسور ثقة قليلا مع المجتمعات المحلية والبناء عليها هل هذا يفسر تصريح وليد المعلم عندما قال بأن هذه الانتخابات هي الخطوة الأولى في طريق الحل السياسي للصراع السوري؟ نعم حسب ما تراه ربما الحكومة السورية هم يرون بأن الطريق المصالحات وإعادة الثقة أولا مع المجتمعات المعارضة وثانيا ما بين المجتمعات فيما بينها هو الطريق الواضح؟ عندما تستثني هذه المجتمعات المعارضة من الانتخابات بأن من يحق له هو الانتخاب فقط من موجود ولم يخرج من الأراضي السورية أكثر من عشر سنوات أنت لديك مجتمعات معارضة موجودة داخل الأراضي السورية من قال لنا بأنهم لا يريدون الانتخاب؟ ربما من يسيطر على أحيائهم هو لا يريد أن ليس فقط لا يريد لهؤلاء أن ينتخبوا بل هو يهدد أحياء في دمشق في حلب في ريف حما في ريف حمص بالتفجيرات وإلى ما هونالك هذه التهديدات جاءت بعد منعهم؟ لا يا سيد أيصام هم لا يريدون العملية الانتخابية برمتها نحن نتحدث عن فصائل المسلحة كان يمكن أن يكون هناك اتخابات لو تم توافق عليها في جينيف ضمن إطار الحل السياسي هذا على فرض بأن من ستتفق معهم أنت بجينيف يستطيعون أن يمونون على من يقودون العمليات المسلحة بالأرض وهذا غير صحيح أو غير صحيح كفرض يعني هو بحاجة للإثبات لأنك أنت لديك تنظيمات مسلحة كثيرة تسيطر على مناطق كبيرة من سوريا هي ليست مهتمة بالديمقراطية ولا بالانتخابات على أي أساس لأسباب أيديولوجية أيضا ليس فقط لأسباب سياسية عمر وقف الناشطة السياسية سوريا شكرا لحضورك ومشاركاتك شكرا لحضورك ومشاركاتك شكرا لحضورك ومشاركتك